وفي السياق ذاته شددت دكتورة جميلة سلمان استشاري الأمراض المعدية بمستشفى سلمانية وعضو الفريق الوطني شددت على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك مع التأكيد على ضرورة اختصار تجمعات العيد على العائلة الصغيرة التي تقيم في المسكن نفسه بالنسبة احب اركز مع عادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة اليوم والاربعاء القادم ان شاء الله نشدد على اتباع جميع الاحترازات الوقائية ونشدد على لبس الاقنعة حامل الوجه اذا كان بالنسبة للموظفي الموجودين في الصالونات القفازات اذا كانت المراي الوقائية مع العملاء ايضا لازم يكونون يلبسون هذه الكمامات وهذا ان شاء الله راح يساعد طبعا في تقليل اي نوع من الاصابة لو سمح الله كان في اصابات وهذه الاجراءات طبعا كلها تكون تكاملية مع الاجراءات السابقة اللي كررنا عليها في المؤتمرات السابقة من حيث الاهتمام بنظافة النظافة الشخصية نظافة الايدي تعقيم الاسطح بالنسبة لعدم مخالطة اي مصاب يكون عنده او اي احد يكون عنده بعض الاعراض اللي ممكن تكون دليل الى الاصابة بالكورونا بالاضافة الى الالتزام باستخدام الكمامات كاجراءات وقائية في هذا الفترة طبعا نصر ان احنا ونتمنى من الجميع عدم التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية الالتزام بالتباعد الاجتماعي طبعا تجمعات العائلية مثل ما الارشادات اصدرت للجميع تكون في مختصر العائلة الصغيرة اللي يكونون في نفس السكن والالتزام طبعا بتقديم التبريكات او التهانة عن طريق التليفون او اي نوع من التواصل الاجتماعي في هذه الفترة مهم جدا احنا نكون الرسالة اللي توصل الى الجميع احنا تعلمنا مع فيروس الكورونا اكثر من درس في الفترة الماضية بس احنا طبعا نعول على وعي المجتمع وعلى دكاء كل فرد مننا يكون مسئول هناك مسئولية مجتمعية مسئولية شخصية على كل فرد مننا ان يستخدم دكاء لانه هو كل شخص مننا ممكن يحدد متى ضروري يروح الى اي مكان شون ممكن يستخدم هذه الاجراءات الوقائية استخدامها للكمامات واختلاطة بالاخرين هذا التوازن بين توافر حياتنا بحيث ان هي تكون طبيعية وبين ان تكون احنا في نفس الوقت نلتزم بهذه الاجراءات الوقائية ترجمة نانسي قنقر